مرحبا انتي كفتاة مراهقة زحكانة زعلانة مبسوطة جعانة طول اليوم عتخذ بس وبعدين مرحبا انا سارة ناصر وعمري 14 سنة اليوم بدي احكي لكم قصتي صحيح هي على مشارف البدايات بس حلوة لان انا وصغيرة بحب اقلد اليوتيوبرز اعتقد ما حدا فينا ما عملي شي وحلمي اكون اعلامية منو انا وصغيرة عندي شغف وحب للموضوع وبنقدر نحكي هواية اكثر من الصف الاول بطلع على اذاعة المدرسة بلق القصائد بحكي عن مواضيع وغيرها ويوم عن يوم يزيد حبي للاعلام لوقت ما صرت اشتغل على الموضوع اكثر ايام كورونا 2020 عملت اكثر من فيديو تعليمي وانتشر على صفحة المدرسة انا رسامة فكان عندي صفحة على الانستجرام بنشر عليها رسمي وكان عليها نوعا ما عدد منيح من المتابعين ففي فترة احداث الشيخ جراح اعملت فيديو بالانجليزي ونشرته عليها ولاقى دعم وحب وتشجيع كبير من الناس على موهبتي وفي سنة 2021 ساعدتني معلمة التكنولوجيا زينة بداغر مشكورة باني اطور موهبتي من خلال هذه التكنولوجيا اللي انا كنت فيه الصحفية الصغيرة اي مناسبة او اي حفلة تصير بالمدرسة انا اغطيها واعمل عنها تقرير صحفي لوقت ما اعملت قناة على اليوتيوب شعور غريب وقتها انو حلمي وانو انا وصغيرة اليوم انا عم بحقيقه وصرت على مستوى بلدي اي مناسبة تصير فيها اعمل تقرير صحفي وكثير من الناس الحمد لله شجعوني ودعموني على الموضوع وانطلب مني اعمل مسابقة خلال شهر رمضان في شارع البلد والحمد لله لك دعم وحب كبير من الناس بعد كل هاي الانجازات البسيطة قدرت اني اكون مقدمة برنامج اسمه يلا نحكي على قناة فلسطين مرحبا يا اصدقائي واهلا فيكم في برنامج يلا نحكي في كل حلقة من برنامج يلا نحكي رح نحكي بمشكلة بتواجه الاصدقاء التكنولوجيا الانترنت التطور احد الاسباب الرئيسية اللي ساعدتني باني احقق حلمي واوصل لكثير ناس الانترنت احيانا ممكن تكون مضرة لكن لو استغلناها بشكل صحيح رح تكون مفيدة لنا وبشكل كبير تقدر يتحقيقي وتواصلي لكل العالم لو تعبتي عليه واشتغلتي عليه صح واتذكري دايما انه انتي العائق الوحيد في نجاحك